السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعاً هذه جلستنا الأولى لتجربتي أونلاين طبعاً بثبت ظروف اللي حاصلة في العالم جائحة كورونا اللي انثرت ما بس على علاقاتنا الاجتماعية والأسرية اللي انثرت على الأعمال وقطاعات الأعمال بشكل كبير طبعاً الجلسة هي جلسة حوارية نقاشياً نتعرف فيها على إيش قاعد يسيط في العالم وداخل السلطنة وإيش اللي إحنا قاعدين نسويه وإيش اللي المفروب نسويه في هلال الفترة الجاية طبعاً اللي أتمنى من الجميع أن أي مداخلة عندها في أي وقت ما في أي مشكلة بس مجرد يرفع إيدها عساس ما يصير لخبطة في الكلام وعساس نستفيد من كل المداخلات إذا الكل يتكلم في نفس الوقت ما راح نستفيد أبداً طبعاً الجائحة أثرت على كثير من القطاعات ولكن وبعض القطاعات ما تأثرت تأثر كبير نسبي ولكن في قطاعات أيضاً مثل ما تأثرت القطاعات سلبية تأثرت خطاعات أخرى بإيجابية استفادت من الأزمة هذه وطبعاً القطاعات التي تأثرت أو التي تعتقد أنها راح تأثر بشكل كبير في الفترة الجاية هذه هي طبعاً قطاع السياحة قطاع الطيران والنقل البحري النقل الجوي البري هذه كلها قطاعات تأثرت السيارات تأثرت حتى المقاولات راح تأثر الفترة اللي تنتهي فيها العقود وما في عقود جديدة راح تكون طبعاً في قطاعات لا ازدهرت القطاعات الصحية مثل قطاعات اللي هو التوزيع أو التصنيع الغذائي قطاعات اللي هو العناية الشخصية منتجات العناية الشخصية الاتصالات هذه قطاعات استفادت بحجم كبير جداً في الفترة الجاية أو بتستفيد في الفترة القادمة اللي حاصل الحين إنه إحنا شنو راح نسوي أو شنو الإجراءات اللي المفروب نتخذها شنو اللي ممكن إنه إحنا نتعامل أو شلون إحنا ممكن نتعامل مع هذه الجائحة لأنها مش بكيفنا مش شيء حاسد لحساب أصلاً يعني كل كان شغال على إنه فيه أزمة اقتصادية فيه هبوط في أسعار النفط فيه كان تفاؤل بأن الأسعار راح تتحسن في الفترة القادمة فكانت يعني الاحتياطات حتى للشركات الكبيرة والضخمة كانت عاملة خططها بناء على هذه النقاط ما كانوا حاطين في منظورهم إنه فيه مشكلة صحية ممكن تؤثر على جميع القطاعات وإنه هي تمنع التنقل ما بين الدول والتنقل حتى ما بين المناطق طبعاً بعضكم أنا اتكلمت إياهم في الفترة الماضية وبعضكم يعني أغلب كلكم تقريباً كلموكم الاستشاريين اللي تشتغلون إياهم وسألوكم والجراطون إياهم بعضكم أخذ بعض الإجراءات اللي يعني ممكن تخدمة في الفترة الجاية طبعاً الحين قبل شوية أنا على الواتساب وصلني ميسج أو رسالة من الغرفة بأنه بناء على تواصل غرفة تجارة صناعة عمان مع اللجنة العليا لمكافحة كوفيد فهي تطلب من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إنهم يعدوا إن الوضع راح يستمر مينموم إلى شهر سبعة إلى يونيو أيوة يعني حوالي ثلاث شهور أو أربعة شهور من الحين الوضع هذا ممكن يستمر فإيش اللي إحنا ممكن نسويه وإيش اللي إحنا ممكن نتخذه إيش الإجراءات اللي ممكن تساعدنا طبعاً إذا طالعتون اليوم في فيديو نشر المركز نشره إلى أخونا علي شاكر اللي موجود ويالنا تحت وممكن نستفيد منه بعد أكثر بعد شوي أتكلم فيه عن بعض النصائق المالية بحيث المطالبات اللي إليك أو المطالبات اللي عليك إيش اللي المفروض تسويه فيها فأنا أبغي يعني أعرف إن بعثكم توتالي يسكر البزنس ماله ما يقدر يسوي أي شيء بعثكم لا زال مستمر بناء على عقود صادقة عنده ولكن تأثر قليل بعثكم ما بين اليس والنو وفيه عندنا بعض المؤسسات اللي لا شوية وضعهم تحسن في أثناء هذه الأزمة طبعا الوضع جدا مؤسف نحتاج إلى اتخاذ إجراءات كثيرة بدءا بتقليص التكاليف مالتنا أو بتقليص التكاليف في أكثر من إجراء من خلال أول شيء الإبتعاد عن أي شيء مش ذو أهمية عالية أو نقدر نستغني عنا في الفترة الجاية هذه كانت في بعض الأسئلة اللي وصلتني أنا عندي محل أو على تويتر قرأتها إذا أنا يعني تكلمنا عن المؤجرين شنون نتعامل إياهم ونقلب منهم إما يخفضون الإيجار أو يعفوننا من الإيجار أو يلغون الإيجار للفترة القادمة هذه وطبعا الوضع إذا استمر ما راح يكون سار إلى الكل الكل راح يتضرر سواء كل مؤجرين أو مستعجرين الكل راح يتضرر في النهاية المطلوب مننا إننا نتعاون مع بعض عندي جزء أقدر أدفع فيه جزء ما أقدر أدفع أستغني عنه أساس أقدر أنا أخذ مستحقات اللي لي نفس ما طرح عليه في الفيديو أنا أقدر أتنازل عن جزء معين كتخفيض إذا تم الدفع والسنات في الحال إذا كنت أنا أخذ الفلوس اللي ليه في السوق فإذا عليه ألف إذا بتدفع الحين تدفع تسعينية بدل ما تدفع ألف يعني أعطيه تخفيض أعطيه أوبشن أفضل بحيث أنه يسهل عليه وأسهل على نفسي جمع المبالغ المتراكمة ليه في السوق عدنا طبعاً ما هو إجراءات أو الدولة فرضت بعض الإجراءات وبعضها نازل في طيب التنفيذ مطالبات حتى البنك المركزي للبنوك بتأجيل الأقصاد ست شهور بدون طوائد طبعاً بعض البنوك أخذت إجراءات وبعضها لا زال كثير من البنوك تأجل لك القرض ولكن لا زالت الفوائد متواجدة هل في صالح أنه لا يعجل أو لا في كثير من الاعتبارات اللي لازم توضع في الحسبان اليوم أنا محتاج أحتفظ بالسيولة قد ما أقدر زمينة لكم قامت بالتفاوض مع موظفينها وتفاهم معهم خفضت دفع الرواتب لهم في الفترة الحالية إلى 50% الموظفين وافقوا أن تدفع لهم 50% لأن إذا ما وافقوا الحل الوحيد لهم يسكرون ما في مجال أن يستمرون إلى فترة طويلة الموظفين أيضاً فاهمين وقبلوا أمر التخفيض فبعض ما يقدر يخفض الرواتب لأن أصلاً الرواتب صغيرة 150-200 ريال أو 100 ريال فإيش أخفض بها؟ صعبة شوي بعضكم التزامات كبيرة في هذا الحد التزامات الشهرية توصل إلى 13 ألف ريال عماني وفي بعضهم اللي التزامات ما تتعدى 200 ريال عماني ولكن في النهاية الكل متأثر والكل لازم يداخل بإجراءات احترازية أيضاً الجانب الثاني غير الجانب الاحترازي اللي أنا أحافظ على سيولتي إيش لون أنا أزيد من دخلي أيضاً هذه نفطة مهمة لازم نشتغل عليها ولازم نفكر فيها كيف أنا ممكن أضيف مصدر دخل جديد إلى مصادر دخلي الحالية باستخدام نفس الموارد اللي كنت اللي أملكها فأنا مثلاً عبدالعزيز شفت قبل فترة نزل والحين قبل شوي يتكلم عن المبادرة اللي طرحها لإنشاء تطبيقات إلكترونية افتراضية مجانية على تطبيق جميل جداً ولكن كيف من الممكن أنا أستفيد منها عبدالعزيزي يعني صح أنت هي فكرة جميلة جداً لدعمه مصادر طغيرة ومصادر ولكن كيف ممكن أنت تحولها إلى مصادر دخل في القريب العاجل يعني هي آلية جميلة جداً ووقت طرحها ممتاز جداً الوقت الحين الناس محتاجين فيه إلى تطبيقات خاصة فيهم إلى آليات تسويق جديدة إلى قنوات تواصل جديدة تخدمهم فكرة ممتازة صراحة ويعطيك ألف عافية عليها فما عرف إيش الفكرة وكيف بديتها وشلون اشتغلت فيها وليش طرحتها الحين هي بأمانة الفكرة كانت سابقة من زمان عملتها قبل تقريباً ستة وسبع سنوات لكن ما استمرت فيها فكرة طويلة لأنه كان أصلاً الوضع المجتمع ما يتقبل فكرة أنه يصمم تطبيق ولا له هذه الحاجة الكبيرة معظم الناس كانوا يتفضلون أن تنزل السوق وتشتري من السوق لكن في ظل هذه الجائحة الحالية تضطرين حنا أن نملك تطبيقات إلكترونية حتى نستطيع أن نبيع لأنه المواقع الجغرافية المحلات المولات كلها مسكرة فبالتالي كأي تاقر محتاج أن يكون عنده تطبيق إلكتروني حتى يستمر البزنس ما لو يكون فيه استدامة ما يقفل يعني فرقعت لنفس الفكرة السابقة فقلت الحين يلها حاجة ويلها طالب أكثر وبالتالي رقعت اشتغلت عليها مرة ثانية وصممت الموقع بحيث أن كل شخص ممكن يصمم تطبيق حاله بدون أي مهارات تقنية هو فقط يحصل قالب جاهز أكيد مثل ما شفت أستاذي هناك قالب جاهزة يعني فيه للمحلات فيه مثلا للصيدلية فيه مثلا للمستشفيات فيه حتى يعني أشياء كثيرة حتى للتعامل مع الموظفين المانجمنت فيه حتى الجبرمنت فيه أشياء كثيرة هذا الشخص فقط يختار قالب جاهز يبدأ يعدل فيه يغير البيانات الموجودة مثلا بيانات الاتصالات يحط بياناته هو بياناته هو معلومات شركة يحط معلومات شركة ماله ويحط اللوغا والثيم المناسب خاله وبالتالي يملك تطبيق إلكتروني بإمكانه يستمر في البزنس ماله إلكترونيا بدل ما كان في الموقع المحل ماله يعني كغرافيا وهذا مدامة حالية صح؟ أنا وفرته لعشر تطبيقات مجانن لكن مش كله مجانن هو حاليا فيه رسوم تقريبا 19 ريال شهريا للاستضافة للإسم للدعم الفني وحتى التصميم معظم هما الحين تواصلوا معايا ناس ويلو مية جميل فهذه شبكة دعوة إنكم كلكم إنكم تستفيدون من التطبيق اللي سواها بالعزيز ورسومة 10 ريال في الرسوم ما كبيرة جدا ممكن تستفيدوا منها وتقدروا تتواصلوا إياه بعد الجلسة وتستفيدوا منها يمكن أكثر المتضررين ومن أول اللي تبررهم هما قطاع التعليم وقطاع السياحة في عدنا اثنين من القطاعين ذي لين عدنا رجاء شلونك من روضة جلائل الحمراء الخاصة أخت كاذية إذا تعرفوا كاذية طبعا رجاء مرحبا أيوة كيف هانج تخباركم طيبين مرحبا الحمد لله الصوت واضح السعاد الكام الصوت مو واضح رجاء مو واضح الصوت رجاء مو واضح الصوت رجاء ماهو كاذية ؟ مو واضح مو واضح مو واضح الصوت مو واضح الصوت مو واضح مو واضح مو واضح ايوة الصوت يروح و يصبع انو بلعن شوية عدنا يشكلية في النت ضعيف جميل كالية في النت تناكب حسن لواتي كيف حالك حسن روف أبو علي شلونك السلام عليكم كيف حالك حسن الصوت واضح الصوت واضح أبو عليش كيف حالك طيب حسن نشكر الله الحمد لله زينا الواحد طلع من جو لا الانترنت خاذية أوكي خاذية سلاصة بناخذ حد ثاني مشكلة هي ما تسمع لي ضعيف من فارة الأمطار شوية ضعيف صوت موسيقى عامر لو تكلم بهذه عن تليمان لو سمعني ايوه بكلم بحمل الله ايوه أبو علي وأنا أكلم كابيا لا لا عادل عامر بك خلاص عامر خلاص طبعا علي شاكر يعتذر منكم عند التهاب في اللثة فيعتذر منكم ايوه كان ودي يعني يحضر هو ويا لنا يسمعنا لس صعب لنا يشارك له فيعتذر منكم ايوه أبو علي شاكر 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 طيب والله الحمد لله نشكر الله لأمور طيبة اقول اذا حد يبع بتطبيق حلاقة والله يكون زين يحل مشكلة كبيرة هذا اللي ما تستوى أبو علي شو يحل يبن قطير أبو علي أنتون يمكن من أول القطاعات اللي تضررت بسبب الجائحة هذه صحيح نحنا الله يسلمك من شهر اثنين شفنا نزول في الطلب صارت كثير من الرحلات تتكنسل خصوصا نحنا كان تركيزنا كثير على دول الخليج ودول الخليج كانت من أوائل المبادري باتخاذ إجراءات احترازية مبكرة والحمد لله هذا المكس يعني علينا وشهر ثلاثة كان عندنا إيقاف تام يعني سواء كان بسبب الركود أو حتى بسبب القوانين اللي صدرت في عمان هذا اللي نشوفه لكن عادي ضعيف لكن توقعاتنا يعني شوية نحن متفائلين إن بعد الأزمة إن شاء الله بعد ما تزول الأزمة بنشوف حركة عكسية يعني الناس خلاص تريد تطلع تريد تسافر تريد تتمشى فمتفائلين لكن المشكلة إذا استمرت الأزمة إذا استمرت الأزمة إلى ما بعد الصيف أو إلى ما نهاية السنة هذه رح تأثر كثير على السياح وعلينا نحن يمكن بنضطر أنه يعني نفتد بدخول شهري كبير صحيح صحيح خصوصا الربع الأول وشلون تعاملتون مع الالتزامات اللي عندكم أنت طبعا أغلب الموظفين وهذا هم فريلانسر أو اللي هم بارت تايم يشتغلوا إياك صح؟ صحيح أول شي من الموظفين من ناحية الالتزامات الشهرية الثابتة يعني روف عندها الملاءة المالية بحيث أن تستمر نوعا ما من كذب تفاعلين بعد انتهاء الأزمة نخبر نعوض الشهور اللي راحت عليها بس في مقابل ذاك الحيلة يعني في مشكلة ممكن تجي فيما بعد الفريلانسر اللي نشتغل معهم هذين أيضا يشتغلوا على الأسبوعية أو على اليومية فهذا تأثيرهم يمكن راح يكون كبير سواء هم يشتغلوا معنا أو مع غيرنا صحيح هم المتضررين يعني الأكثر في قطاعنا نحن حاليا فيما بعد يعني نحن حتى الحين اتزاماتنا شهرية ملتزمين فيها سواء كانت من ناحية الموظفين من ناحية الإيجارات ملتزمين فيها لكن في أمور أخرى نحاول أن نشوف لها حلول واحدة من أهم الأمور اللي مفروغ أنه يتم النظر فيها الشركات اللي عليها قروض الموضوع مو موضوع تأجيل قروض أو لأنه تأجيل القروض مش حل لكن تخبيض الفائدة على هذا القروض واحدة من الأشياء اللي بتخبيض الجميع خصوصا أنه اليوم الفائدة نزلت يعني عالميا حتى نزلت صحيح الجهات الدعمة سواء كانت رفض بنك التنمية أو البنوك التجارية مفروض تشوف هذا الموضوع ما موضوع تأجيل الديون موضوع النظر إلى نسبة الفائدة اللي كانت موجودة سابقا وعملية إعادة جدولتها يعني فنحنا نتم يعني واحدة من الأمور اللي نتغل عليها هي هذه يعني في روف يعني أنتم تخاطبتون مع الجهات هذه عساس تخفضون قيمة القروب مثلا أو الفوائد الأمور بالنسبة لنا الحين ما كثير واضحة فنحنا ما ما اتخذنا هذا الإجراء حاليا لكن واحدة من الإجراءات اللي راح نتكلم فيها مع الجهات المعنية فيما بعد يعني يمكن على مرحلة شعور خمسة ستة يعني جميل جميل طبعا الغرفة أيضا شقالة من جانبها وفي عندها مطالبات على بعض النقاط طبعا هي الإجراءات اللي هو تأجيل القروض أو تأجيل الأقصات أو تأجيل الإيجارات أو تخفيضها راح يصب في صالح الجميع في النهاية عدم تأجيل معناتها defaulting ودفولت معناتها خسارة كل شيء سواء كانوا المؤسسات الصغيرة أو الجهات المقرضة وحتى المؤجر نفسهم معظم المؤسسات في المباني حاليا هم مؤسسات صغيرة ومتواصفة فإذا هم طلعوا سكروا بزنس مالهم بيتضرر المؤجر في النهاية لأنه ما فيه حد يستأجر وتنزل الأسعار في النهاية واللي كان بمئتين بصير بمئة إذا مؤقل محمود العامري أنتم في خطاع شوي حيوي خطاع إعادة التدوير فشنون أوضاعكم إيش صاير معكم في القطاع هذا طبعا نحن معنا حاجة تانية يعني فيه معنا قطاع اللي هو التدوير وتصنيع وفيه معنا أيضا لخدمات يعني نقدم خدمات مثلا مسقط مول كارفور محلات تقارية شركات وغيرها ناخذ منهم المخلفات صحيح وفنادق أيضا لكن مثلا مسقط مول فندق أليلة الزوغير للسيارات هذا كلهم سكروا الحين يعني عملوا شتوق نعم نحن 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 معاهم بعقود يعني لكن حتى حتى كارفور مثلا قال يمتع اليوم الخميس يعطيني خطاب رسمي أنه يحتاج يخفض قيمة العقد يعني كلما نحن نحن معاهم يحاول يخفض التكاليف عليهم لأن ما في بزنس في أحدهم يوقف بشكل تام أو يخفض بالنسبة من قانب التصنيع لبيع المواد لعادة تدويرها الإشكال لغلق المحلات وكذا الثرى نحن بأن المثال شغال أقدر أعمل أبريشن لكن لأور دل المواد سكر كثير عملاء الآن يعني ما لا تستطيع 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 هذه البضاعة لا تستطيع لديهم أيضا لا تستطيع 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 المواد لكن السوق لا تستطيع شهرين أو ثلاثة أشهر معنا جيد أيضا لكن حاليا الوضع صار صعب عندما يسكروا هم هذا العواحد واحد فمشين الشغل بشكل أقل حتى مثلا أقار هذا الشهر للمصنع نحاول نخاطبين صاحب الأرض وكذا وبعدما ما وصلنا لحل يعني كيف نحن الآلية نقدر نغطي حتى الأقار طبعا طبعا هي نقطة الإيجارات تحتاج نوصل إلى تفاهم ما في خطون يمنع المؤجر من أن يأخذ إيجارة ولكن هي نقطة إننا نوصل إلى تفاهم مع المؤجر بأن مش من صالحة ولا من صالحنا إحنا كمؤجر استعجرين فنحاول نوصل إياهم إلى نقطة يعني وصل بالنهاية حتى بالنسبة لتأقيل التمويل أنا رحت يعني قدمت خطاب لشركات التمويل لما أخذ منهم قروض فأجأت أن لما أتيت عمل تأقيل هذا ما مش بالمجانة نعم عملتنا التأقيل لكن هذا التأقيل صاحبه سبعة آلاف ريال أغطرنا أدفعها عشان بس أن أدأكلت هذه الأقصى كم قيمة الأقصى؟ 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 شهرية هذي 2700 في حد ثلاث شهور تدفع إضافة سبعة آلاف يعني الضعف نعم هناك أقصى تم تأقيل هذا أشهر و هناك أقصى ستة أشهر بعدين في شركة التمويل قالوا إذا تريد نحن نعمل ذلك هذا التأقيل يحتاج لتدفع مثلا الأقصى 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 فهنا ستبشر دخلنا أعمل أدفع الأقصى 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 لذلك يقارض يعني كان فيه كاش موجود شوية خلنا نعمل هذا الكاش جميلة شكرا للمكرافون هل يمكنك إضغط على المكرافون نعم أقصى أستاذي أقصى أستاذي أقصى أستاذي اضغط عليه مرة ثانية المكرافون ثم تمام فعلي بس بس اتفضل محمود فأنا أتفاجأت بعدين عندنا لحنا على التأقيل إنه يصاحب هذا نسبة التفاقية كبيرة ترجع علينا صحيح صحيح نفس الشيء، البنك المركزي، أنا سابقا كنت في البلاك لست، فضحته يعني ودفعت جميع الانتزامات، فخلاص الآن، بعد ما دفعت كل الانتزامات، حبيت أني أطلع من هذه القائمة فقال البنك، نحن الآن بسبب كورونا، موقفين يعني هذا الإقراء، صحيح أنك انت دفعت كل تزاماتك، لكن ما نقدر نطلعك من البلاك لست، بسبب الأزمة فالحين، مثلوا مثل سيولة من جهة تمويل، ما أقدر، ولو أني أنا مش علي أصلا فصاري، الموضوع محيط، شوفوا شباب، نصيحة ذكرها علي أخونا وكثيرين تكلموا في هالوقت اليوم، يحتاج أني أحافظ على السيولة قد ما أقدر يعني أي شيء ما أخطر أدفع، مش مضطر أني أدفع اليوم، ما أدفع طبعاً تأجيل القروض إذا كانت فيها نسبة فوايد جداً عالية وفيها سسمة، يعني ضعف أو مقاربة للمبلغ اللي بدفع أصلاً، ما يصلح أني أدفعها أفضل لي من التأجيل فيه يعني أكثر من زاوية لازم ننظر إلها، إن الحافظ على سيولتنا شيء مهم، ولكن في المقابل أيضاً إنه هو مثل كارفورت طلبه وتخفيض قيمة العقد، مجبر أخاك لا بطل عدل محمود، إذن بيثالوا أني يوافق على تخفيض جزء من قيمة العقد باللي ناسبة طبعاً، بس هو التصرف الصح ولا أخسر العقد الحين، يعني أنا أحتاج أني أحافظ على عملاي وعلى علاقة فيهم حتى لو أروح إلى المنمال، يعني مجرد أني أغطي الكوست مالي في الفترة الحالية وأخلي العقد اللي بيني وبينهم الجديد مشروط بالفترة يعني مثلاً إن أنا بخفض العقد في الفترة الحالية في فترة الإصابة هذه أو في فترة الجائخة ومجرد رجوع الأمور إلى طبيعتها يرجع العقد إلى سابق عهده يعني هاي نقطة مهمة جداً محمود لازم تحطها في ذلك في العقد إن أنا موافق إن أخفض العقد اليوم ولكن بشرط إنه يرجع وإن العقد يكون مثلاً لفترة إذا كان بس سنتين أحاول إنه يعطوني إياه لفترة خمس سنوات يعني أنا أعطيهم شيء مقابل هم يعطوني شيء فالمفاوضات هذه مهمة جداً إني أستفيد منها النقطة هذه شغل إنشان كيف حالتش شغل الحمد لله تماماً الحمد لله رب العالمي الحمد لله بما إنك أنا قطاع المقاولات بخليه لعقب جوخة وجميلة بس أولفوا إياكم بس عقب شوي بما إنك شغل من قطاع إنه هو قطاع غذائي قطاع حيوي مهم إيش إيش يعني بعد تغلاق المحل هل لازالت في طلبات عدكم على إنتوا عدكم يعني قسمين قسم اللي هو التغذية اللي هو الكيترنج الاوتدور كيترنج وعدكم اللي هو المقهى الحلويات والشغلات هذه فإشنون وضعكم صار في الأزمة وخلال الأزمة هذه خلال الأيام هذه نحن بدأنا أصلاً تأثر في البزنس من شهر واحد بعد الوفاة طبعاً التغت كثير من الفعاليات واستمرت لأوردعين يوم اللي هي لحد نص شهر سنين تقريباً صحيح بعدها بدت الأزمة الثانية اللي هي كورونا فصارت الأمور تقل يعني مثلاً الجهات اللي كانت تاخذة لاجتماعاتها صارت إذر إنها تلغيها حتى قبل بيوم يعني تكون فيها تحضيرات وفيها تجهيزات وفيه مشتريات بس يقولوا يعني أنه نحن مضطرين لأنه صار فيه ما نقدر نسوي في الاجتماع وكذا ففيه صار عدلة شوي يعني مثل ما يقولوا واست في أشياء وخسائر في بعض الأشياء بس كنت نحاول نسيطر عليها بشهر الثلاثة يعني أنا حاولت أنه أتواصل مباشرة مع المستقرين أنه البنك والمستقرين أنه ما تأخذوا من عندي القصد هذا الشهر وبحاول أني أنا أدفعهم على دفعات مسهلة وكذا بس ما كان في أي شيء منهم فيدباك يعني عرف لكن أنا يعني متأمنة أنهم يكونوا متساعدين شوية بخصوص بنك مسقط بنك مسقط خاطبتهم طبعاً أونلاين ورسلتهم الرسائل وكذا لكن ما كان في أي استيابة وقصوا القصد كامل والحساب صارت زيرو الحين وما في عندي سيولة والحمد لله نحاول يعني مثل ما يقولوا أن هذه هي تكون فرصة وقرصة مثل ما يقولوا هل دخلتم مثلاً المواقع الموجودة حالية المتاحة الماركت بليس المتاحة في السلطنة وحاولتم تبيعوا منتجاتكم من خلالهم؟ نحن موجودين على أكيد بس من قبل يعني أنا ممكن معا أكيد ثلاثة شهود بس الطلب واقت بسيط فيه والحين عن طريق الرفض بنكون مع طلبات نفس الشيء هم عاملين بسيط معاهم وجدت سنة فري أوف شارج هم أفرض أن يأبد من الأسبوع القائم معاهم إن شاء الله أنا حاول طبعاً وحدي أسعى أنه في هذه الفترة التواصل مع الشركات اللي يتعمل معاهم حتى لو يوقفوا وما يشتغلوا أنه الناس اللي في الطوارئ نوفر لهم وقبات بشكل يومي لأنه محتاجين طبعاً تغذية حكم أن المباني ما لهم سكرة ويشتغلوا من المواقع مختلفة والحمد لله نحاول نمشي أمورنا في القانب الكاتري المحل طبعاً مفتوح بس للتكوي أقصد والمدخول فيه أحياناً يكون صفر بس أحياناً يعني خمس ريالات سبع ريالات أتليست نمشي أمورنا فيها في هذه الفترة ومثل ما يقولوا إنه الواحد لازم يغتلم الفرص ما أخبي عليك أستاذ عادل أنا حاولت أن يتواصل مع شوي قهات إنه نوفر لهم من خدماتنا في هذه الفترة وخاصة إنه نحن مؤسسات صغيرة ومحتاجين ندعم شوي في هذه المقال بس للأسف إنه القهات ما تبدي يعني رغبة إنها تتعامل مع الأسمي وبالنسبة لهم كل ما كان free of charge يكون واقد أحسن لأنهم نفس المشكلة يعانون منها اللي تعانين منها شبه هم أيضا نفس الشي عندهم سيولة نقص فيها عندهم التزامات يحاولون يصلحوها ويعني كنت أتكلم قبل قبل أمس أو أمس ما أتذكر أنا واحد فقال لي عادل فلوس ماكو كاش ماكو عندنا مبالغ بسيطة جدا يا دوب إنزين نقدر ندفع رواتب الشهرين الجايين نحن قاعدين نفكر شلو ممكن أيوة شلو ممكن فهم قاعدين حاولون يخطون أيضا مصاريفهم بمختلف الطرق الكل تأثر كدير وصغير ومتوسط يمكن اللي شسمه يعني يمكن ما قلت اللي استفادوا فئات بسيطة اللي شغالين في قطاع اللي هو العناية الشخصية السانيتايزرز الأدوات الصحية الكمامات والشغلات هذه الأجهزة الصحية هذلين يمكن استفادوا واللي يشتغلون في قطاع التجزئة في المواد الغذائية أيضا يمكن استفادوا في الفترة الحالية وقطاع الإلكتروني اللي هو التجارة الإلكترونية انتعش في الفترة هذه بالذات عندنا في عمان يعني بعض المواقع الإلكترونية كانوا نفس ما تفضلتين شذا نبيعاتهم جدا ضعيفة ولكن من صارت اللي هو الجايحة هذه بدت تزيد الطلبات عليهم لدرجة انهما ما قادرين يردون على الطلبات أو على هذا حتى عندي زميل سعودي أو صديق سعودي يقول لي عادلنا حين كنت أطلب من خلال مواقع هم موقعين هم معروفين في السعودية يقول كنت أطلب في نفس اليوم خلال ثلاث ساعات كل الطلبات جاهزة الآن يقول صار لي طالب من أربعة أيام أتصل فيهم بحد يريد عليه محد من زود الراحة فيهم يعني أن الكل طبعا سعودي والمشكلة بعد هنا أستاذ أن نحن ما كثير عندنا هذه التطبيقات وما كانت مطبقة بشكل قوي يعني صارت في فترة محتاقية لها وهم كأننا في فترة التقربة أصلا عشان كذا ما قادرين هم يوحوا الطلب اللي موبود أصلا الحين يعني في البلد عندنا يعني حتى في سعودية يعني البرامج هذه التوصيل قديمة ولكن الضخط وعدد الخدمين الخدمات اللي عندهم يأثر جدا عليهم ما أعرف نعيمة لهاشني أو قبل أن أروح لنعيمة أنا كان علي قبل فترة ذكرت ذكر حد من الشباب اللي يبيع أو عنده مقهى وعنده أجهزة قهوة ويبيع القهوة والأجهزة هذه فايش سوى راح إلى المستشفى السلطاني وعرض عليهم أن يركب لهم جهاز إعداد قهوة مجاني في القاعة الطوارئ حق الأطباء مضغوطين ما عندهم وقت يبون لكن يشربون شي يفتحون يقدرون يشتغلون فاستغل الفرصة ودى لهم الجهاز مجانا طبعا القهوة بيشترونها من عنده بس الجهاز مجانا عطاهم يوم هذا شيء ممتاز يعني أن المستشفى السلطاني أخذوا الجهاز من عنده وافقوا وركبوا الجهاز عندهم يعني في الفترة الجاية اسمه هو كبراند كعلانة تجارية أنا ما أعرف إذا هو موجود إياه أو لا الأخ إذا موجود إياه أحمد مجوشي أيوة مهني مو إياه لكن ما موجود إياه أيوة فالأحمد يعني استغل صح ما يدخل فلوس الجهاز مجانا عطاهم يوم ولكن بيع القهوة بعدين البراند أورنس اللي سوى على الإسم ماله العلامة التجارية مالته هزين راح يفدي مكفير في الفترة الجاية فإحنا نحتاج نفكر أيضا بطريقة مختلفة عن إن أنا شلون ممكن أدخل فلوس الشركات اليوم نفس ما قلتين شذا يستبغي الشي المجان هو عطاهم المجان ولكن أيضا نازالوا بيدفعوا لنا القهوة المشين مجان هو مستفيد من بيع القهوة كلنا البرنتر اللي نشتريها بعشرين ريال والكاثرج بعشرة كل اسبوعين نشتري كاثرج صح؟ نحتاجين أن نفكر بآلية مختلفة بطريقة شوي مغايرة عن الطريقة اللي كنا نفكر فيها سابقا ونشتغل فيها إذا ظللنا نشتغل بنفس الآليات راح نتأثر كثير نعيمة الهاش بتسمعيني؟ أيوة نعم كيف حالة؟ شلون؟ ش طيبة؟ الحمدلله الحمدلله نعيمة ما عرف إذا تعرفون هؤلاء عندها صابون طبيعي تصنعه فما عرف إيش وضعكم نعيمة كنتم كمصنع صابون تحصص يعني في المنتجات هذه وفي الوضع أهلا مستاذي أهلا مستاذي أنا مشروعي في البيت يعني المشروع فالحمدلله ما كنت عندي التزام هو فقط الطلبات الطلبات على منتجاتكم أيوة الطلبات هو إحنا سكرنا المحلات السكر اللي عندي يعني أمكان في المحلات فاتسكروا بس إحنا متعاملين مع بعض السفر الماركتات ففي يعني عنهم طلب لحد الحين آآ وبعدين المنتجات عملنا لهم أونلاين بس صراحة الأونلاين ما كثير عني طلب ما كثير لحد الحين أيوة هل تريتين تروجين بصورة أكبر مثلاً يعني المفروض أن تيم منتجاتك بالذات إنها طبيعية آآ بالذات هذه الأشياء اللي من اللبان وإن شاء الله هذه يعني يمكن الناس تطلبها أكثر من غيرها عملنا تنويجو كده بس ما أحس أنه يعني حالياً الناس يعني أهمهم يعني الشي الأساسي ما كثير يهمهم الصابون وكذا كان في طلب عن الصابون السائل إن شاء الله بإذن الله الله يوفق إن شاء الله أهلاً 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 أعتقد إحنا محتاجين كمان لكون شوية واقعين وليفكر ما بعد الكورونا التبعات الإقتصادية رح تطول إن شاء الله نهاية الوباء تنتهي في أقرب وقت ولكن التبعات الإقتصادية قد تستمر إلى عام أو أكثر فمحتاجين كرواد أعمال وأصحاب مشاريع صغيرة أيضاً يمكن العيد التفكير في نماذج عملنا ومنتجاتنا ولشوف شو هي القطاعات اللي فعلا ممكن تستدام في المرحلة القادمة مش غلط يمكن البعض يطر يلغي بعض المنتجات ويفكر في منتجات جديدة تماما عن الخط اللي كان متبعه في السابق ولكن المرحلة القادمة هي فعلا يعني البقاء للأذكاء في قيفية التعاطي أو المرودة في التعاطي مع نماذج العمل اللي عم يتبعها صحيح طبعا النقطة جدا مهمة طبعا فيه سيناريو السيناريو الأسوأ اللي اتكلمت فيه خطنالينا وطبعا هو المرجح بصراحة أنا أتوقع وأعتقد بأنه راح يكون أسوأ حتى لو انتهت الجائحة وحصلنا إلى علاج على فرض قضي عليها التبعات الاقتصادية راح تكون مستمرة لأن فيه ناس ما محصلة جيونها فيه ناس ما قادرة تسدق فيه ناس على ما ترجع الناس تطمن وتبتدي تتسوق مرة ثانية وتشتري فإحنا محتاجين فعليا أن نحن نكون مرينين أكثر بخلق مصادر دخل جديدة بتغيير بتغيير إعادة تشكيل المنتجات مالتنا بحيث أن النقطة اللي أثارتها نعينا الآن هم كانت تسوي صابون قوالب اليوم طلب على السائل أكثر فهي راح تسوت السائل which is good بس شلون راح أطور المنتج مالي شلون راح أحافظ عليه شلون راح أروجي إلى بعض مرة ثانية هاي نقطة مهمة نفس فكرة تقول بحيث نقلوشي أيضا إن بدل ما يبيع الأجهزة والهذا لا راح أركب الجهاز مجانا مقابل هم راح يستمرهم في شراء القهوة من عنده راح يستمر في دخل دخلة أو يستمر دخلة من القهوة ففي كثير من الأمور اللي فكرة تقول عبدالعزيز المعولي أيضا تكلفة الابليكيشنز ممكن توصل إلى آلاف الريالات هو خلاك تسوالب طوالب جاهزة ممكن تستخدمها مقابل 19 ريال فهو يضمن دخل المستمر من عدد الابليكيشنز المستخدم فهي كلها أفكار ممتازة جدا وممكن أنه يستمرهم في تطلير الشركات الصغيرة المتوسطة أو على الأقل تساهم في استدامة طبعا عساس نعطي كل القطاعات فرصة الحين وبعدين منرجع نكمل على هاي النقاط نتكلم عن قطاع اللي هو المقاولات ابن جوخة علي الراشدي جميلة السيادية طبعا قطاع المقاولات يمكن أكثر أو القطاعات الانتشارة في السلطنة قطاع كبير عدد كبير من المؤسسة الصغيرة والمتوسطة إما تكون في القطاع بشكل مباشر أو تكون تخدم في القطاع نفسها فالجوخة نبدأ فيه شنتين بما أنه شنتين الأساس تبدي أي مشروع لازم نجي عند جوخة أو نروح مكتب استشاراتهم بسيطة فشلونكم يا مكاتب الاستشارات الهندسية ميتين ميتين بسطوق ميت جواب شكرا لكم كنت في الاستشارات حالياً هذه جداً وبسبب أصلاً نعرف أنت تلني هذه السنة من شهر 11 إلى شهر 2 وزارة المالية تقفز المالية وما في دفعات هذا أكثر تعليمي يعني من شهر 10 إلى شهر من شهر 11 إلى 2 المالية فتحت شوية بدأنا نرتاح ونتقطع برة ثانية هذا أكثر تعليمي نحن كاستشاريين والنسبة للزبائن بعد نفس الشيء بعد ما سمعوا هذا الجائحة بدأنا نقطعوه وما في أبداً تواصل معانا بهذا الموضوع إلا اللي كانوا قبل معانا نتواصل معاهم مع التواصل الاجتماعي من نبيل الإجابي نرسلهم بيوتر سوف نرى هذه الأشياء اللي يريدوها فهذا اللي أعلم ومقاولات البناء كيف هي شيء جيد أو توقفت العقود القديمة فقط العقود القديمة الحمد لله ماشيين زين لأن أنا بعد بس ما أعلنوا أن توقف المحلات والسكر وكذا على طول أنا نفس اليوم بالليل خبرت الشباب بروف أشتروا كل الأغراض وحطوههم الحمد لله هذا ما مؤثر علي أبداً كل البنايات ماشية زين والموظفين يشتغلوا بس أنا ما نقول لهم نفس الوقت في الأسبوع هذا شخصين شخصين يديروا أما العمالة موجودين هناك وعطينهم كل الانستركشن صحي وهذا الأشياء فكل شيء الحمد لله ماشي في الموافع العمال صحي يعني ما عندنا مشكلة ما قاعد يتنقلون أصلاً أما يتنقلون لهم يكونوا داخل بس أن كل الأدوات المتطالبين ها موجودة هناك حتى أدوات صحية رحنا نشترناه وعطيناه ورتبناه موضوعاً من أعفاء ثلاثة الحمد لله ورسلت رسالة موضوعاً على أساس يخفضوننا رسوم الشهر للإنترنت والمصاريف الثانية ننتظر الرد فقط من عندهم بالنسبة الرواتب الموظفين تحت النقاش يعني نعطيهم نص نص أو أن ننصوا في ليل ما يخلصوا هذا ونعطيهم نتبقي المبالا فهم وافقين على هالنقاش جميل فأنت رتبت أمورك مع موظفينك مع مؤجراً مستاجرة منه ومع بعض الجهات البنشة أي بعض الجهات وعملت بأساس أي أعلان على أساس على أساس إذا يريدوا تصاميم نقدر نصمم لهم أونلاين يعني بهالطريقة بس ما في تقبل الناس ما متقبله أبداً هذا مع أني أنا بدأت أسوي تصميم برنامج صمم وأنت في مكانك صمم بيتك وأنت في مكانك يعني يكون فيه تصميم فيه إشراق فيه المواد فيه مقاولات كل شيء ممكن أنه احنا نصمم لياه وهو ببيته ما لازم يجينا إليه ما يدخل في الأكبر بس ما خلص بعد يعني التصميم هذا فقرت أنا أبداً موظفين الإلكتروني يعني أيوة فقلت أبدأ مبدئياً بالإعلان بس حسيت أبداً ما متقبلين الناس ويحتاج إلى وقت يعني شيء جديد وتصميم وأنا في بيتي وأنا شلون يعني وشلون بيشتغل فيحتاج إلى وقت أيوة هو محتاج فعملت استبيان من الزبائن اللي كانوا يجيونا هنا ما متقبلوا قال كيف يعني أنا ما عارف لازم أنا نشوف على الورق لازم قلل نحنا نصمم لك أي شيء بتعملنا طلباتك ونخبرك بس قال لا لازم ما نشوفش لازم نجلس معاه تشوفيني كيف الحسبة يعني بداي بالنسبة للناس العاديين أما في المهندسين شوية في تقبل يعني اللي فاهمين يعني سواء الخرائط كيف يحسبوها وكذا أيوة هل ممكن هذا أنه يستخدمونه تعطين أكثر إلى أكثر شركة تستشارية يستخدمونها هل يكون عندك مصدر دخل ثاني أيوة هذا من ضمنه يكون فيه مثلا يعني شركات أنه ممكن أننا نصمم ومن داخلها تدخل شركات استخدارية لكن بنجدوك الزبون خلصي للمعاملة كذا يعني هو مثلا يعمل تصميم فنحن نكمل الإنشائي والسمية أو أنه يريد مقاولات فهو يختار أيشي يعني تدخل مستخدم حر يحصل يعني عندك تختار اللي تريده حسب ما جميل بعد ما خلصت يعني الفترة ما منتهي يحتاجوا يحتاجوا إن شاء الله قراش ديش أخبارك ويصيانة طيب الحمد لله الحمد لله رب العالمين وكيف هي أوضاع ما لكم ها؟ لا لا حسن هذا أكيد أن يحتاجونها نحن طيب كلنا بنحتاجها إن شاء الله ما مشكلة بس الآن بنضيفها مع الحلاقة داخلين على مع الحلاقة بنضبط شوف نحن كنا نقدم خدمتنا على ثلاث فئات في المجتمع الأفراد والشركات والجهات الحكومية من بداية انطلاقتنا نحن كنا نتجنب الجهات الحكومية خوفاً في مسألة التأخيرات والدفع وكذا دخلنا معهم مؤخراً بطلب من بعض الجهات وخاصة لما حصلنا دعم يعني من ريادة ومن صندوق الرفيج وحصلنا أعمال من عندهم يطولوا في مسائل الدفع بس استمرين على تقديم خدمتنا للأفراد وحتى معظم عقودنا مع أفراد بعد الدخول الجايحة وبعد الاحترازات اللي عملتها الحكومة طبعاً شبه أن نتوقف العمل مع الجهات الحكومية وتوقف العمل مع الجهات الخاصة مع الشركات يعني كان فيه شركات يتعمل معنا تطلب خدمات الصيانة في مكاتبهم يطلبوا خدمات مختلفة في مكاتبهم نحن نقدم لاستطويلة من خدماتهم تتعرف فركزنا في الفترة الماضية يعني خاصة بعد ما دخول مسألة كورونا دخلت في حيزة تنفيذ هي الإجراءات الاحترازية الكبيرة اللي دخلت من شهر تقريباً ركزنا كثير على خدمة الأفراد وركزنا كثير في تسويقنا في السوشال ميديا في الإنستجرام في تويتر وفي الواتساب على تقديم الخدمات اللي الأفراد ما يستغنوا عنها وبالأخص أن حالياً نحن كان منافس لنا في السوق اللي هي العمال الوافدة اللي يشتغلوا في المحلات وحاجهم فهذه لا صارت تجمعاتهم قليلة قدام المحلات وصارت المحلات تغلق وما يسمحونهم يجلسوا عن المحلات النقطة الثانية أن الناس صارت لما تطلب الخدمات تطلب من جهة منظمة وجهة موثوقة على أساس أقلها أن الفريق اللي يجي عندهم يجي عامل احتياطاته لابس مثلاً لقلافز لابس الكمامات يستخدم المعقم ويضمن لهم العمل وفيه مثلاً ضمان للعمل ووقت وهيستوري فهي يعني أنا نصيحتي لكل الشباب سمعت الشباب يعني اللي داخلوا وما زلت عند وجهة نظري اللي هو خدمة الأفراد أفضل من خدمة المؤسسات في بعض الأحيان أولهاً فلوسك كاش تحصلهن ثانياً أن الأفراد ما تستغني عنهم بعض الخدمات يعني فيه أشياء كثيرة يعني مثلاً حتى مثل أخط نشدة ممكنها توجه في الفترة الجاية مثلاً تسويقها لخدمة الأفراد على الحين كل الناس جالسين في البيوت وأكثر مكان يزوروا المطبخ طبعاً يروحوا يأكلوا يحبوا يحصلوا جاهز ما يحبوا يسويوا بعدهم وإذا يسوي يحبوا يسويوا شيء يشغل باربكيو وبره بس في الحوش فخدمة الأفراد هي اللي يعني نحن معنا في معاونة صح أنها خفت كثير لعمال من الجهات الحكومية يعني حتى كان عندنا عمل من واحدة من الوزارات ونحن اللي قدمنا لهم رسالة طلب تأجيل العمل بحكم الأشياء الاحترازية اللي صارت ما نقدر نحصل كل من نواة عساس نشتغل وغيراً نحن مثل ما قلتم دوننا حاجة ضمننا هالألبيو عندنا باسمنا طلبنا تأجيل بعد انحسار الجائحة نقدر نشتغل فيه بس عالياً جالسين نركز على الأفراد لأن الأفراد يجبوننا مدخول كاش ما هو المدخول بالضبط اللي نحن نريده يغطي مصاريفنا بس فيه أشياء اللي اتخذناها نفس ما اتخذوها جميع الشباب اللي هو تخاطبنا مع مؤجر المكتب واللي هو الوافق يأجلنا ومؤجر سكان الموظفين نفس الشيء تخاطبنا معهم لانتظر رجهم صندوق الرفض أعلنوا انهم بيأخروا أقصادهم عندنا أقصاد ثانية نفس الشيء حاول نتواصل معهم نقلل مصاريفنا نحن شوية بعض المصاريف ما نقدر نقلل فيها لأنها مصاريف أساسية بس فيه أشياء ممكن مثل ما اتطرقت انتو اتطرقت الله علي في الفيديو الأشياء اللي مستغنى عنها في هذه الفترة ما أدخل فيها ما أدفع خاصة ان اذا كانت مديونة يأتي مثلا على محلات توريدات أساسا محلات التوريدات معظمها قافلة بس شغالة على التليفوري فممكن يصبر علينا ما عنده مشكلة فانحنا الحين مركزين كثير على خدمة الأفراج والتسويق لخدمة الأفراج جميل 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 جميلة شلونة شغل المكرافون الحين هلين جميلة شغل شغل ويران جميلة الحمد لله شغل الحمد لله تمام بس طبعا مثل التسابيع طبعا سكر المحل تم أغداف المحل وهي هو بسبب هذا المرض الله يشاه فينا إن شاء الله يا رب منه إن شاء الله بإذن الله طبعا هنا فأطبت أول شيء صاحب العمارة عشان إيقال المحل فتم تأقيل الإيقار بخصوص المخزن بخصوص سكن العمار كذلك تم تأقيرهم لإعفاء من مدة لحد جواء بداية العمل إن شاء الله طبعا فذل العمارة عندك العقود ما تأخرت يعني شغلت العقود ما متأخر عندي وثاني الشيء يعني الشحنة عادي توصل على السبوع القادم فأمورها طيبة جميل هذه شحنة متأخرت صح؟ هذه شحنة متأخرت شحنة متأخرت قبل مرض خروط من تركيا بسبب تقريبا ثلاث أسابيع لحد ما تطلع وطلعت في الأسبوع القادم توصل بخصوص الأغلاق المحل طبعا فتح الصناعية أنا خضيت بادرة بدأ ما أكون في المحل خضيت بعقد مؤقت بالصناعية وفتحت توروم بالصناعية بالصناعية جميل جميل طبعا إحنا الوقت داها من ساعة كان لكنا نتكلم وياكم فيها قبل أختم إذا حد أي حد عنده أي مداخلة تفضل محمود تفضل طبعا أستاذ غالي الراشدي تكلم عن القهات الحكومية وكذا نحن طوال قدرتنا معنا تعاملنا مع قهات حكومية لكن أنا شفت أنه لما صار أن كل قهات تريد تخفض من تكاليفة اعتبرتها فرصة كبيرة أن نحن نقدر أن ندخل في هذا السوق حاليا بما أن الحين كل قهات تريد تخفض تكاليفة كلهم يعني مت مشكلين بإمكاننا نحن نخلق نموذج عمل معين نقدر أن ندخل نحن مع هذه الجهات أنا مثلا على افتراض بما أني أعمل في النوفيات وكذا لحين نقدر أروح للبلدية وأمسك معاهم مثلا بعض المشاريع بحكم النموذج العامة التي نحن متتبعينه بيكون أقل تكاليف عليهم فأحيانا هي ميزة وفرصة بما أن هذه الجهات كلها تريد تخفض تكاليف نقدر نحن ندخل معاهم بنموذج معين يكون يعني أقل تكاليف عن الـ operation لهم متتبعيننا حاليا صحيح جميل أي شخص عندها إضافة ثانية طبعا حسن تفضل نقطة بسيطة أعتقدنا في ذات أشياء ممكن تكون عامل مشترك بالنسبة لجميع وممكن تساعدنا فيما بعد سواء حاليا أو فيما بعد اللي يقدر يتحول للطريقة الإلكترونية مفروض ما يتحول أي بزنس ممكن يقدم خدماته بطريقة الإلكترونية وإن كانت صعبة في البداية لكن بعد كورونا رح تكون الموضوع أفضل الموضوع الثاني فوائد البنوك فوائد البنوك اللي ما أخذ فروط نحن بنحتاجه فيما بعد تخفيض هذي الفوائد الموضوع الثالث التسويق أكثر من شخص ذكر موضوع أنه هو بادي مثلا نتكلم عن الصابون أو عن الاستشارات قد يكون في أفراد كثيرين أو حتى معاونة في أفراد كثيرين بحاجة إلى مثل هذه الخدمات لكنهم ما أعرفينها أنا أعرف فلان وعلان اللي كنت أروح له المكتب أو كنت أروح له السوق اليوم هذا فلان وعلان ما موجود الأشخاص الآخرين اللي موجودين ما نعرفهم أنا عن نفسي ما أعرفهم لكن نحن بحاجة للتسويق أنا أروح عشان أنجح بعد كورونا أهم شيء بالنسبة لي هو التسويق عشان أرجع ونقطة مهمة نحن ما نغفل التسويق حتى لو بهذه المديعات لأن الناس حتى لو كانت تعرفنا عقوب الأجنى يعني الناس تنسى بسرعة فعقوب الأسمة إذا إحنا ما استمر لنا وجودنا ما استمر على وسائل التواصل السماعي على الآليات اللي كنا نتبعها بالإضافة إلى آليات جديدة بممكن تخلق من زين ممكن من سؤالنا الناس فاستمرار الترويج والتسويق لأسمائنا ولمنتجاتنا ولخدماتنا مهم جدا خفض التكاليف بقدر المستطاع الاستغناء عن أي مصاريف مالها داعي محاولة الحصول على إعفاءات سواء من البنوك أو من المؤجرين أو غيرهم مهمة جدا حاليا الانتقال التحول المهم اللي ممكن يحصل عندي اليوم ما هو وإيش اللي ممكن أحوله مثل ما قال أقول ناب علي ودين عليك إنك في البيت قاعدت مفترة حسد ترى أنزيد حاليا في المفترة الله يعطيك العافية نزيد مثل ما أقدر أتحول بكترؤونيا أقدر أضيف خدمة أو في خدمات ما رحتاجها أن يمور خلاص أحتاج اللي ألغيها نزيد أطور المنتج هي الفرصة الحين الحالية هي المتاحة عساس ما تخلص هذه الجائحة وما نبدي إن شاء الله الانفتاحة إلا إحنا خلاص عارفين شنو عندنا وعارفين إيش بنسوي جوفة الموقع الإلكتروني اللي تكلمت عننا الحين منتج جديد جدا في عمان ما فيه يعني أنا شفت مواقع للتصميم من interior decoration لبعض الشركات لكن مش بالصورة اللي هي تكلمت فهو شيء جديد تحتاج أنها حتى قبل التجشين تبتدي تروج لها في المكاتب الاستشارية بمكاتب المقاولات شركات المقاولات إلى الأفراد عشان مجرد أن الناس تبتدي تشوف الاسم تبتدي تبتدي تفتح تتشين كمي مجرد أن ينزل حتى لو من بعض الأفراد هذه ساعة جوخة فجميلة إذا تسكرين الصور عبدالعزيز مطلوب الـ Contact مالك بنعطيكم الـ Contact أخ بدر بطرش لك الـ Contact أو خلينا عبدالعزيز قول رقم تلفونك رحم الله ولديك مطلوب 961 77 77 76 9 сос 77 77 77 76 وتسع 77 77 77 77 77 77 JASON 78 78 71 78 77 79 79 في كلمة بسيطة أنا بس بغيت أضيفها لموضوع التسويق الإلكتروني بالنسبة للتسويق الإلكتروني اللي يقول أن التسويق ممكن تحول صعب إلكترونيا أنا أقول اليوم التحول ما في أسهل منه التحول سهل جدا لكن من خلال احتكاكي مع كثير من الرواد للأعمال اللي حاولوا يعملون لهم تطبيقات يعني ما أعرف هم جالسين في البيت وما حاب ينشتغلوا يعني بعضهم ما حاب حتى يضيف منتقاته يعني ما عندهم هذاك الشغف الإلكتروني ولا هي مش قضية تحول إلكتروني فأنا أقول أنه الشخص رائد العمل إذا حاب يستمر في هذه الفترة ضروري جدا بل أنه يعني إكبارا يجب عليه أنه يتحول إلكترونيا هذه نقطة الشيء الصعب الوحيد اللي ممكن فعلا يكون صعب هو أن يكون فيه payment gateway الدفع الإلكتروني هنا في عمان هذه العملية صعبة وأما إذا كان الدفع بيكون عن طريق التطبيقات البنكية فهنا الموضوع سهل جدا ما في أي صعوبة وحتى إحنا نعمل يعني بالنسبة لنا نعمل تطبيق خلال ساعة تطبيق إلكتروني لأي مؤسسة نقدر نعمله خلال ساعة فقط فمعنى أن التحول الإلكتروني جدا سهل ما يحتاج أي تعقيدات فقط يحتاج رغبة من رائد العمل أنه يتحول الإلكتروني حتى يضمن استدامة مشروعه طبعا هو متعب في البداية لأنه تدخل الداتا وتدخل المنتجات وتدخل الوصف وتدخل شوية متعب ولكن يحتاج يعني في الفترة الأولى إلى اجتهاد وبعدين ترى يخدمك كثير التطبيق الإلكتروني زهرش إياك ما سمعنا صوتك إياك الله كيفك أستان إياك وبييات الحمد لله والله متابع معاكم مداخلتي أنه نحن في الوضع الراهن يمكن مثل الأخوة البقية ما يخفى عليكم يعني الوضاع صعب جدا نتوقف عندنا العمل بشكل مية بالمية حتى الطلبات اللي صارت في الفترة الأخيرة توقفت بسبب كورونا طبعا إلغاء من الغيهات المختلفة ونفس السالفة نحن يمكن في حاليا بعض المكاوضات على طلبات حل شهر رمضان تغضيات ونحس شوية بقلق لأنك أنت ما في وضع سيب بتطلع أو ما تطلع يعني أنت عارف الوضع الخارقي وإش صاير فيه يعني فما تقول أجازف وأطلع يعني هنا النقطة اللي قال سينا نفكر فيها في الوقت الحالي يعني الواحد يعيد حسابات المشروع بشكل دقيق وإش الأشياء اللي ممكن أستغنى عنها وإش الأشياء اللي ممكن أساسا تستمر في المرحلة القادمة نتوقع السوط بشكل كلي بيكون مختلف تماما ما مثل اليوم يعني وهذه الأشياء بس أثر علينا يعني يمكن ما أقل عن سنة قدام يعني ما بيرقع كل شي طبيعي أكيد إذا كنا نحن مشكلة مع القهات المختلفة فإنه عملية الدفع عندهم شوية صعبة ويستغلوا الدفع يعني فتوقع أنت في المرحلة القادمة وأساسا هم يريدوا يخفضها فهي يتغير فبيكون صعوبة كبيرة أنا توقع الحين نقاسة أفكر التوقف الإلكتروني بشكل كلي يعني محتاجين ننظر للموضوع أونلاين وما بس نركز على الخدمات يعني لازم يكون فترنا إلى نوقف إلكترونيا يعني نحن نشوف خارق أعمال نفس الثالث صحيح 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 بإذن الله طبعا البيزنس مودل هو معظم الكلام اللي كنا نتكلم فيه هي أشياء تخص البيزنس مودل التغير في الشكل التغير في القيمة المقدمة طريقة العمل نوع العلاقات هذه كلها أجزاء من نموذج العمل نحتاج نراجعها نحتاج نتأكد منها القوى الشرائية راح تختلف بعد كورونا قرارات الشراء راح تتغير آليات اتخاذ القرار في الشراء سابقاً لاحقاً كل هذه الأمور راح تتغير ذكرت الأخت زهرة وذكرت لينا أيضاً نقطة هذه فإحنا نحتاج إننا إحنا نتابع موظفي نتابع الشركات اللي أو اللي هو المستهدفين لشركاتنا مين هما وشلون أفضل طريقة ممكن نخدمهم فيها نحاول أن نفاوض موردين نفس ما كارفورد فاضوا مع الأحمود على قيمة العاقب نحن أيضاً نحاول أن نفاوض موردين لنتعاون بياهم على قيمة العقود أو قيمة المنتجات اللي نشتريها منهم أو آليات الدفع ومدة السداد نحاول أن نخليها أطول مهم جداً نحافظ على سيولة مالتنا مهم جداً نطور في شكلنا كشركة كمنتج في آليات التخديم في آليات العام في نوعية العلاقات مع عملاءنا هذه كلها مهمة جداً التحول الإلكتروني قد يكون حل جذري لبعض المؤسسات أو بعض المشاريع مشكلها ولكن أغلبها ممكن التحول الإلكتروني يخدمها بصورة كبيرة ممكن يساهم في خط تكاريفها ورفع مبيعاتها في نفس الوقت وبعضكم لا يكون إضافة بس ما راح يقدر يستغني عن الفيزيكالز الحضور المحل أو الحضور أو وجوده كشخص أو كشركة يعني يحتاج إلى الاثنين مع بعض طبعاً أشكركم أشكركم على وقتكم أتمنى أنتم استفدتوا مثل ما إحنا استفدنا منكم طبعاً معلومات جداً مهمة كثير من النقاط اللي ما أسعفنا الوقت اللي إحنا نتكلم فيها بعض الأشخاص اللي حضروا شوين تأخرين ما لحقنا نكلمهم ونناقشهم ولكن الأغلب في نفس المجالات يشتغلوا فالله يوفق الجميع ونتمنى السلامة إلى الكل وشكراً شكراً لكم شكراً لكم من التواصل إن شاء الله بإذن الله ونتمنى نشوفكم في اللقاءات الجاية إن شاء الله إن شاء الله